المرة الأولى منذ بدء معركة الموصل دخلت القوات الأمنية المدينة من الشمال في إطار مرحلة جديدة من المعركة التي تهدف لاستعادة المدينة من أيدي تنظيم داعش القوات العراقية تمكنت من تحقيق هذا التقدم بعد أن عبرت قوات خاصة أحد روافد نهر دجلة في هجوم ليلية مفاجئ وجاءت العملية ضمن هجوم جديد بدأ الأسبوع الماضي للتوغل في المدينة بعد توقف لعدة أسابيع في الحملة المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب اضطرار القوات لإبطاء وطيرة هجومها من أجل حماية المدنيين